اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ فيروز فيديو النهاردة هقدم فيه لانشون الدجاج او لانشون الفراخ دي احلى وصفة انا جربتها اللي اقرب للجاهز بالضبط بس توجه الاختلاف ما بينهم ان دي حاجة معمولة بيتي وعلى نظافة عارفين ايه اللي جواها و ايه اللي احنا حطينه ومستخدمينه بالضبط مفيش خوف ولا قلق منه خالص في فيديو النهاردة هتقدمه احلى لانشون في البيت النهاردة هقدمه لكم بالدجاج وبعد كده هعمله لكم باللحمة طعموا حلو جدا واقرب للجاهز واحلى كمان يلا قبل ما ابدأ فيديو النهاردة ونشوف خطوات الاعداد مع بعض بفكركم لو لسه جداد على القناة انزلوا تحت الفيديو واشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعر بوصفاتي وما تنسوش اللايك اول حاجة عندي هنا عندي نصف كيلو من صدور الدجاج او ممكن تستخدموا الوراك او ممكن تأسلموهم على ربع وربع يعني اللي متوفر هتقدروا تستخدموه وعندي هنا معلقتين من الدقيق وكمان عندي اتنين بيضة وعندي هنا جبنا كريمي ربع كباية لو هي السيلة اللي هي العلب دي او اربع مكعبات او اربع مسلسات اي حاجة متوفرة هتستخدموه وعندي هنا ربع كباية من الزيت ومعلقة من العسل الاسود ورشة صغيرة قوي من الحبهان المفروم وعندي هنا معلقة كبيرة من الملح وعليها رشة صغيرة قوي من الفلفل الاسود ومعي معلقة كبيرة من الطوم البودر معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من البصل البودر دي المكونات اللي هحتاجها عندي بس اول حاجة عندي دلوقتي ان انا هجيب الكبه وهحط فيها صدور الدجاج وافرمها كويس الأول طبعا مخصولة كويس جدا بالدقيق والملح واللمون ومتصفية اهم حاجة تكون مخصولة كويس انا فرمتها كده بالشكل ده قبل ما حطت عليها اي اضافات وبعد كده هضيف بقى عليها كل الاضافات اللي عندي حطيت رشة من الحبهان وعليهم الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود المفروم ومعلقة من البصل البودر ومعلقة الصغيرة من البابريكا ومعلقة من التوم البودر وهضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق الاول انا هطحن كل المكونات دي مع بعض قبل ما حط باقي الحاجات اللي عندي خلاص كده طحنتهم كويس مع بعض في الكبه هضيف بقى باقي المكونات اللي عندي حطيت معلقة صغيرة من الخل على البطين عايز اتأكد ان مش يكون عندي فيه اي زفارة ولا اي ريحة للبيت خالص وبعد كده هضيف عليهم الجبنة الكريمي وهضيف عليهم معلقة كبيرة من العسل الاسود وهضيف عليهم كمان ربع كباية من الزيت وبس كده انا كده حطيت كل المكونات اللي عندي اخر خطوة بقى ان انا هطحن كل المكونات دي كويس جدا مع بعض اتأكد انها كلها اتفارمت وكل المكونات عندي تمسكت وتدخلت مع بعض كلها وصلت القوام زي العجينة بالشكل ده دلوقتي بقى انا بقلب كده باللسباتيولة اتأكد لو فيه اي كطع جبنة عندي ممكن تكون جمدة او ما اتحنتش كويس بتأكد كده منها باللسباتيولة اهم حاجة عندي ان الجبنة تكون بدرجة حرارة المطبخ ماتكونش لست طالعة من التلاجة عشان تتفرن معاكم بسهولة ودلوقتي بقى جبت عندي الراب وفردته كده بالشكل ده انا هاخد الكمية دي هعملها على قلبين لو حابين انتو تعملوها كلها على قلب واحد كبير دي ليكو حرية الاختيال لكن انا هاستمها على اتنين خدت نصف الكمية كده بالشكل ده انا بتعامل باللسباتيولة عشان خاطر ايه هتلاقوه القوام بيلزق مستحيل يتمسك بالقيد هيبهدل الدنيا وهتهضره فيه كتير جدا مش تعرف تتحكمه فيه اتعاملوا كده بمعلقة او باللسباتيولة اي حاجة او ممكن تتعاملوا ان انتو تلموا كل ده بالراب كده زي ما انا هعمل انا هاقفل كده انا عايز ده الوقت اعمل ايه اخرج الهوى كله اللي موجود عندي عشان القلب يطلع معاكم متماسك زي بتع بره بالضبط ويتقطع من غير ما يتفرول لازم ادوس كده عليه واطلع اي هوا موجود فيه اي فقعات اي حاجة شايفين انا بعمل ازداء اتبعوا الخطوات هيطلع معاكم مضبوط طلعت منه الهوى كده بابدأ بقى الف كده رول زي البنبوناية بالضبط وادم من ناحيتين كده اتأكد ان هو كله تداخل مع بعضه وتماسك بقى عندي قطعة واحدة ما فيهاش اي هوا خالص والف كده يعني ما تستخسروش ابدا في الاراب عشان خاطر ما يخسروش اي ميا من جوه ويبقى احنا عملنا كل ده على الفوضي خلاص كده عندي انا اتأكدت ان هو اتلف كويس جدا ودلوقتي هقطع بقى وبعد كده االف عكس بعض وعكس الاتجاهين يعني زي البنبوناية واحدة عكس واحدة ألف واحدة على اليمين والتانية عكسها على الشمال شوفوا كده كل ما بعمل كده الهوا كله بيطلع عندي خلاص كده تمام عندي بقت جاهزة اخر خطوة بقى عندي دلوقتي ان انا اجيب الورق الفويل وهلف فيه الرول ده اضغط عليه برضو انا عايزة متقفل مش عايزة يخش له اي ميا من جوه وبرده نفس الكلام هلفه زي البنبوناية كده ومن ناحية التانية وممكن كمان اذا حابين تتأكدوا اكتر ان هو متقفل كويس تجيبوا قطعة كمان وراء الالمونيوم وتلفوا فيها تاني انا كده خلصت اول قالب معي والتاني بقى هقول لكم دلوقتي انا هحضره ازداي شفتوا الخطوات سهلة وبسيطة ازداي الجزء التاني انا خدته وفردته كده بالشكل ده عشان هحط فيه من جوه حبوب من الفلفل الاسود يعني دي اختياري بقى على حسب رغبتكم انا مش هكتر برضو يضب بسيط بس كده وبعد كده هقفل عليها عشان تكون من الداخل من جوه وهلفها وهعمل نفس الخطوات برضو اللي عملتها في اول واحد الفرق هنا بس ان انا حط من جوه الفلفل الاسود اللي هو الحصة ودلوقتي انا محضره معي حلت مية فيها مية مغلية فيها فلفل اسود وفيها حبهان وفيها ورق لورة هي تكون اهم حاجة وانا بحط فيها اللانشون تكون سخنة وبس كده وبسيبها على نار متوسطة لمدة ساعة هتقعد معي تغلي عشر دقايق على نار عالية بعد كده هنزل النار متوسطة لمدة ساعة بالضبط ساعة بالضبط هتكون جاهزة معيكم بعد ما برد عندي دخلتوا التلاجة لمدة ساعة وبعد كده ده كان شكله اول ما يبرد دخلوا التلاجة لمدة ساعة بس حابين تسبوه اكتر هيكون افضل يعني براحتكم بعد ساعة تقدروا تقطعوه انا بصراحة سبته طول الليل وده كان شكله دلوقتي بقى انا هقطع عشان اوريكم شكله عامل ازاي من جوه والوصفة نكحة قد ايه التقطيع والصمك ده على حسب رغبتكم بس ما تقلقوش خالص الوصفة نكحة ومية في المية وانا برضو هحط لكم المقادير في صندوق الوصف لو حابين تجربوا الاول في ربع كيلو ولو حابين تعملوا بالنصف كيلو وطبعا لو هتزودوا هتضعفوا المقادير اللي انا كتباها ان شاء الله الوصفة هتعجبكم جدا لانها الاقرب للجاهز واحلى وانضف كمان شوفوا شكلها من جوه عامل ازاي وراحتها فوق الممتاز رحتها حلوة جدا جدا وكمان قطعت اللي بالفلفل الاصمر ده بيكون شكلها حابين تقطروا الفلفل الاصمر عن كده دي برضو على حسب رغبتكم بس هي كده بتكون في المتوسط وبتكون مظبوطة جدا هقطعوا بقى دلوقتي وتشوفوا بقى شكل القطع عامل ازاي من جوه لما اجي قطع شريحة القالب عندي مظبوط حلو جدا تقدروا بقى تحفظوه ازاي ممكن تحفظوا واحد في علبة في التلاجة وتكون العلبة اهم حاجة نضيفة ومفهاش اي مية خالص وتكون محكمة الغلق والقالب التاني حطوه في كيس نايلون مقفول كويس وحطوه في الفريزر شوفوا بقى لما قطعتوا عامل ازاي احنا في موسم المدارس والاطفال معظمها بيحب اللانشون جدا وكمان لسه هعمل لكم لانشون اللحمة يعني اكلوا لادكم بقى اللانشون وانتم متطمنين ومش خايفين من اي حاجة خالص صحي ومفيد ومعمول في البيت في كل حاجة فيه مفيدة وتنفعهم وتفدهم وانتو ضمنينها كمان اتمنى يا رب الحلقة تكون عجبتكم واكون قفتكم في الشرح واي حاجة انتم عايزينها اقولولي في الكومنتات اشوفكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة من مطبخ فيروز